هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون برنامج بصائر والذي تلتقطون صورته عبر شاشتكم شاشة تلفزيون قطر ويتهادى إلى أسماعكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة 103.4 FM ذكر الله سبحانه وتعالى المرأة في القرآن ذكر من أخبارها أحوالها وذكر من قضاياها الخاصة ماذا عن قضايا المرأة؟ هل هي قضايا متعلقة بزمن معين بوقت معين ثم تنتهي؟ هذه النقطة التي ذكر الله في القرآن أم أن القضايا مستمرة وتطبيقاتها مستمرة أيضا؟ كل هذا وأكثر مع ضيفي وضيفكم في هذا البرنامج الدكتور إبراهيم أدويش أستاذ السنة النبوية بكلية العلوم والأداء بجامعة القصيم والأمين العام لمركز رؤية للدراسات الاجتماعية وضيف مؤسسة حضارة أهلا وسهلا بك دكتور حياكم الله أهلا وسهلا أنا سعيد بهذا اللقاء وسعيد بوجودك أنا أسعد والله بوجودي معكم شيخ إبراهيم دعنا نتحدث عن نقطة جدا مهمة قضية المرأة في القرآن البعض ينظر إلى القرآن الكريم ويقولها صلاحة هكذا إنما جاء القرآن بخطاب ذكوري موجه للرجال فقط من دون النساء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول هذا من لا يقرأ القرآن ومن لم يعيش مع القرآن أو ربما أنه قرأ القرآن قراءة تعبد دون أن تدبر ودون نظر أنا أذكر أننا حاولنا أن نبحث في قضية المرأة اليوم تلك القضية التي أصبحت قضية القضايا كما يقولون حديث الساعة كأن الناس أصبحت اليوم ليس لهم هم من لقضية المرأة جعلوا المرأة مشكلة والمرأة هي الله تعالى أرادها زهرة الحياة الدنيا وأرادها أنس ومتعة الحياة الدنيا وأرادها حياة تكاملية بين هذين المخلوقين الرجل والمرأة ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة هذا هو القرآن يعرض هذه الحياة الأصل لكن لما حنا صعبناها لما أراد آخرون لا ندري منهم لا ندري منهم في الظاهر وإلا حقيقة فهناك من يحاول أن يدفع بقضية المرأة إلى أن تكون قضية تصادمية بين الرجل والمرأة وخاصة في الشرق في الغرب لا نكاد نجد هذا الأصل ربما لديهم مشاكيلهم ربما لديهم قضاياهم الخاصة خاصة مع قضايا المرأة فإذا بهم ينقلونها إلى واقعنا إلى شرقنا فيرون أو يريدون أن يشعرون أن بين المرأة والرجل عداء في الشرق بين الرجل والمرأة عداء فيه تصادم وحقيقة الأمر الذي نراه نحن في واقعنا أن العلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة كاملية ليست علاقة تصادمية ولذلك جميل أننا عندما نبحث عن قضايا المرأة المفترض لا نبحثها في آراء الرجال ولا آراء الناس لماذا؟ لأن آراء الناس تختلف وتتضارب وربما يعني يحصل بينهم كما نرى اليوم على الأسف قضية المرأة أصبح تجاذبها أطراف طرف متشدد طرف متساهل طرف يريد المرأة لشهوته طرف يريد المرأة في كل شيء فأصبحت هذه التجاذبات تؤثر بشكل كبير جعلت القضية قضية فعلا وهي حقيقة الأمر قضية حياتية بسيطة جدا كما بسطها القرآن أنا أذكر أننا قمنا حقيقة عندنا في المكتب العلمي في مشروع أننا حاولنا أن ندخل في قضية المرأة فكيف ندخل في هذه القضية الشائكة والتي هي قضية صراع حقيقة ليست قضية بحث أو قضية أن نجد فيها شيء يعين المرأة في واقعنا وخاصة في شرقنا العجيب طبعا إذا أردنا أن نبحث عن قضيانا هو المفترض أن دائما نبحث القرآن في السنة لقد تركت فيكم أمرين ما أن تمسكتم به ما لن تظلوا كتاب الله وسنتي هذه القاعدة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا فعلا الطريق الصحيح علينا أن نرجع بالكتاب والسنة يا أخي والله لو مهما حاولنا مهما طرحنا القضايا الفكرية والقضايا الفلسفية والقضايا العلمانية والليبرالية والشرعية المتشددة لن نجد في النهاية إلا أننا نرجع إلى الكتاب والسنة القرآن كلام الله عز وجل الله تعالى هو الذي خلق الخلق وأعلم بهم أعلم بما يسعدهم وما يشقيهم دكتور برامي خلنا ندخل إلى القضية الأساسية في موضوعنا اليوم في قضية المرأة وننظر كيف تطرق إليها القرآن الكريم تطرق ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم خلنا أخذ في بداية إيجاد المرأة وهي حوى نعم يعني مثلا أقول لك لما نحن وأردنا أن نبحث عن قضية المرأة حقيقة وجدنا أنه خلنا نرجع للقرآن خلنا نرجع للقرآن فأخذنا ننظر في القرآن الكريم وأخذنا لفظ مرأة وأخذنا لفظ نساء وأخذنا لفظ نون النسوة مع ثقة لها طبعا ليس ثقة للمرأة ثقة النون والحديث نعم يتحدث عن المرأة ذهبنا وجئنا وأتينا ودخلنا وخرجنا فحقيقة وجدنا أن القرآن الكريم لم يتطرق للمرأة في لفظه الأنثوي يعني لم ينادي المرأة في اللفظ الأنثوي لكن وجدنا أنه تعامل مع المرأة في قصص النساء في قضايا المرأة نجدها في قصص النساء فوجدنا في القرآن قصص للنساء ولو سألت أي إنسان كم قصة مرأة في القرآن الكريم وقد سألت هذا السؤال حتى بعض المتخصصين وفوجيت حقيقة ببعض الإجابات يعني أنه نبما يتصون القصص في القرآن قليلة أو شخص يخص نعم لكن حقيقة وجدنا من خلال البحث أن قصص النساء في القرآن الكريم المباشرة القصص لذكرة الإسم المباشر أو إسم غير مباشر 26 قصة مرأة 26 قصة مرأة في القرآن الكريم فأخذنا نجمع هذه القصص ونخرج الآيات التي تحدثت عنها بدءا بحواء ونهاية بمرأة أبي لهب في سورة المسد والحقيقة أننا وجدنا عندما جمعنا قصة حواء كمثال مثلا كم مرة ذكرها القرآن وجدنا القرآن ذكرها ثلاث مرات بدءا بسورة البقرة ثم كيف تعامل معها رجعنا لكتب التفسير وجمعنا ما قالت كتب التفسير حول هذه الآيات عن قصة حواء وعن بقية القصص كلها ثم رجعنا لكتب التاريخ والسير وحاولنا أن نبحث عن تلك المرأة أي أن كانت اسم هذه المرأة ذكرها القرآن الكريم وما ذكرت كتب التاريخ والسير والتراجم عن هذه المرأة ثم حاولنا حقيقة أن نأخذ هذه الآثار وهذه القصص وهذه أقوال المفسرين وأقوال بعض كتب التراجم والسير ونجمعها مع الآيات فأصبح عندك الآيات أصبح عندك قوال المفسرين أصبح بعض الآثار بعض نقلات كتب التاريخ والتراجم حيث تظهر القصة بالتفصيل بخفاياها بدقائقها كما يقولون لأن القرآن ربما يذكر بالإجمال ويبدأ يقسام في مواضع محدد نعم ويذكرها أيضا بحسب الموضع الذي بإجمال في قضيته لكن عندما تنظر أنت بتوسع تجد أنه لا بكتب التاريخ وقوال المفسرين وغيرها فصلت لك الدقائق في تلك القصة مما يعطيك تصور أنت في واقعك المعاصر باستثمار هذه القصة بطريقة صحيحة فمثلا قصة حواء وجدنا أن العجيب أننا عندما ننظر في قصة نساب القرآن في 26 قصة وجدنا أن كل قصة تتمحور حول محور رئيسي أو موضوع رئيسي لما تأملنا في نهاية العمل أنه عندنا 26 موضوع رئيسي في 26 قصة في القرآن الكريم تتحدث عن المرأة حاولنا أن ننظر هذه المواضيع الرئيسية وجدنا والله لا تخرج قضية المرأة اليوم وما يدور حولها من صراح عن 26 موضوع خذ كمثال قصة مثلا حواء أول قصة في القرآن لامرأة المحور الرئيسي لها هي طبيعة الأنثى وعلاقتها بالرجل طبيعة الأنثى وعلاقة الأنثى بالرجل هل هي علاقة قائمة على أساس التكامل أم التصادم وهذه القضية اليوم التي يشنها الآخرون علينا كأمة شرقية أنه يريدون أن يجعلوا من المرأة قضية صادم الرجل حقيقة الأمر وبكل اختصار القرآن لما ذكر قضية حواء ذكرها بأنها امرأة هي تكمل حياة الرجل وحياة الرجل يكمل حياة المرأة ولذلك يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة لاحظ وخلق منها زوجها الله تعالى خلقنا من نفس واحدة آدم عليه السلام وخلق من هذه النفس حواء وكما جاء في بعض الآثار أنه لما خلق حواء خلقها من ظلع في آدم وقيل أن هذا الظلع أيها هو ظلع أعوج في آدم ولذلك دائما نجد مع الأسف من لا يفهم حقيقة الأمور يأخذ هذا اللفظ أيها أعوج ويأخذه على أنه مثلبة وسلبية ويتنقص المرأة بها حتى نحن كرجال مع الأسف شرقي ماذا نقول عندما نغضب على المرأة أصلا أنت خلقتي من ظلع الأعوج أصلا أنت أوجاء طيب هذا الظلع الأعوج شوف لحظة لما تأملنا في بعض الأقوال وأقوالهم فسوية وجمعنا وجدنا أنه هذا الظلع الأعوج هو ذلك الظلع الذي يحمي القلب الظلع الصدر الظلوع الظلوع الصدر وقال البعض من أهل العلم أن هذا الظلع الأعوج لو كان مستقيما لما كان حاميا لما كان سياجا للقلب لقلب الرجل ما كان سياجا للقلب حيث أن هذا الظلع الأعوج لو كان مستقيم واجاء القلب أي ضربة تأثر القلب مباشرة فهذا أعظم وأثمن ظلع عوجه منقبة وليست مثلبة سبحان الله ولو كان مستقيم ربما كان لا يؤدي هذه المهمة فلماذا نعير المرأة في شيء إيجابي جاء القرآن به وجاءت السنة بها إيجابي وهي صفة جميلة بها ليست صفة سلبية كما يدعيها البعض إذن لاحظ هذا الموضوع الآن في قصة حواكة مثلا إذن يتمحور حول طبيعة الأنثى وعلاقتها بالرجل خذ مثلا قصة الثانية امرأة نوح وتسمى واعلة وامرأة لوط وأهل لوط عليه السلام تتحدث عن قضية خطيرة جدا وهي خطورة النشوذ وأصيان الزوج وإذائه واليوم قضايا النشوذ بالمحاكم وقضايا عجيبة جدا وكيف ربما أن المرأة تختلف عن زوجها بشكل كبير جدا بعض النساء ربما تكون صاحبة فكر وخير وهدايا وصلاح وزوجها ربما يكون صاحب مخدرات وسكر وقضايا واختلاف كبير جدا بين الرجل والمرأة القرآن جاء لنا بمثالين عظيمين في هذه القضية ومع أنبياء ومع أنبياء وكيف كانت زوجاتهم وكيف كانوا هم ثم تعرض القرآن ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط وذكر القصة بشكل جميل المودة تعرض للقصص لأنه حراحة إذا تعرضنا للقصص سنبين لثلاثين حلقة أرجعك شيخنا إن سمحت لي إلى نقطة جدا مهمة ذكرتها في مسألة حوى وتكون الله سبحانه وتعالى لحوى تأني أخذ نقطة ربما يجدها بعض الناس أيضا مثلما في المرأة وهي قضية الرجحان العاطفة عندها على العقل ويبدأ يؤخذ من جانب أنه والله أنتم تقارنون الرجل بالمرأة وتقولون أن الرجل أكثر رجاحة في عقله وأن المرأة أكثر شاعرية فبالتالي كأنكم تطعنون في المرأة دائما أنا أقول جهلنا بنصوص شرعنا يجعلنا حقيقة نتقبل الشبهات التي يلقيها الآخرون حول قضايا النصوص التي جاءت في المرأة دون أن نفكر أو دون أن نجمع هذه النصوص ولأن جمع النصوص بعض الأحيان يفسروا بعضها بعضا يا أخي كل النصوص التي جاءت والتي مع الأسف يثيرها اليوم أعداء الإسلام والحرب ليست على المرأة الحرب على الإسلام لكن هي مدخل قضية المرأة اليوم فيقول للمرأة تعالي وانظروا كيف الإسلام يستنقص المرأة كيف الإسلام يريد يعني مثل أن النساء ناقصاته عقل ودين كمثال يعني مع الأسف أنه أخذت على أن أيضا مثلبه يا أخي أن نبيسنا بيّن نقصان عقلها ودينها كيف تكون وهذا النقصان يحتاجه الإنسان في هذه الدنيا وليس شرط دائما الكمال بعض الأحيان طغيان أقول لا لا الكمال طغيان تجاوز الحد فيؤثر فهذا النقصان يا أخي نقص العقل بماذا نقص الحقي للمرأة تحمل ومرأة تلد ومرأة ترضع ومرأة كذا فطبيعي جدا أن تذهل عن بعض أمورها لأنها جاءت بهذه الصورة الجميلة وتحملت مجموعة من المهى ونقص دينها يا أخي لما كانت تحمل وتلد وكذا طبيعي أنها كانت تحيض وغيرها وبالتالي طبيعا لا تؤدي الصورة في هذه الأحوال ففي أحاديث كثيرة أتمنى والله أن يقوم المتخصصون ويخرجونها ويردون على الشبهات ويبينون كيف أن أثر هذه الأحاديث هي إيجابية وليست سلبية في حق المرأة أنا أيضا دكتور أريد أن أتخذ من هذه النقطة أن لا أريد أن أتجاوز حواها إلى غيرها حتى أخذ خصوصا الأمور المهمة في قضية التكوين البعض ينظر شيخنا إلى مسألة تكوين المرأة ويبدأ يقيس ما قضية اختلاف تكوين المرأة عن تكوين الرجل بمسألة الأدوار الأدوار المناطبة بالرجل والأدوار المناطبة بالمرأة فتخرج مجموعة من الأصوات ويقول لماذا تفرقون في العمل ما بين المرأة وبين الرجل ومع أن المرأة فيها من الصفات ما في الرجل ثم يطالب بما يسمى بالمساواة والمساواة ظلم ظلم يا أخي نحن نطالب بالعدل وليس بالمساواة إن الله يأمر بالإحسان بالعدل والإحسان نريد العدل لما العدل؟ العدل يعطي كل من يحققه بحسب تكوينه من الخطأ أن تحمل المرأة الرقيقة النائمة ذات السحر الحلال أن تحملها أعمال الرجال ومن الخطأ أن تحمل الرجل الشديد القوي أن تحمله بعض أعمال النساء وبالتالي لما خلق الله تعالى أخذ الخلق متى أردت المساواة إذا أن تعدد التصادم متى أردت يبدأ كل واحد منهم يأخذ دور الآخر كل يريد الدور الآخر ولذلك جمال هذه الشريعة وجمال النصوص أنها تبين أن هذه العلاقة بين الرجل والأنثى كما في قصة حوة هي علاقة كاملية وليست علاقة الصادمية إيحان الأحوال كل خلقه الله تعالى بخلقة بطريقة معين وجعل له وظائف معينة إذا أردت المرأة تأخذ وظائف الرجل فستخسر وكما حصل اليوم مع الأسف لاحظ الغرب اليوم ترك كثير من مشاكله مع المرأة وأخذ ينظر للمرأة المسلمة الخليجية ربما بالأخص بأنها المظلومة والمهضومة والتي فعل لا بد من تحريرها ونسي تلك المشاكل التي يعيش والله أن المرأة الغربية أحوج ما تكون للتحرير من المرأة الشرقية يا رجل بالأرقام بعض الأحيان والله تجد قضية المرأة مصيبة أنا لا أريد حقيقة أن نخرج عن قضايا المرأة في القرآن لأنه إذا نظرنا كنت أتحدث هذا في موضوع أيضا عن قضية فعلا تحدثت توجهها المرأة المسلمة وبعض القضايا الغربية التي يثيرها الغرب ضد المرأة من افتراءات وغيرها يا رجل المشكلة اليوم المرأة بالأرقام من إحصاءات وزارات العدل الأمريكية وبعض الأكالات الأنباء العالمية كيف أن المرأة اليوم الأمريكية أو الغربية تعيش في جحيم في كثير من القضايا أخرجوها يا رجل من طوره لم يبقوا على شيء جعلوا المرأة لشهواتهم في قضايا الإعلانات التلفزيونية في قضايا مجرد أبدا والله يا أخي بينما المرأة أعداد كبيرة اليوم من النساء الغربية تدخلن الإسلام وإذا دخلنا الإسلام عرفت المرأة قيمتها والله كانت أشد من المرأة الشرقية في تمسكها بالإسلام لأنها من لم يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام كما يقولون دكتور إبراهيم انتهينا من تكوين المرأة وبعض المسائل أو بعض الشبهة التي تتعلق بجانب تكوين المرأة ذكرت قبل قليل قصة زوجة لوط وزوجة نوح عليه السلام الآن في بعض العوائل وبعض الأسر يبدأ هناك قضية المقارنة بين سلوك المرأة وسلوك الرجل والعجيب من هذا أن نجد في القرآن كما ذكرت قبل قليل أن هذا نبي الله سبحانه وتعالى مع هذا أن زوجته ليست مؤمنة كيف الآن أعطانا الله سبحانه وتعالى أساليب التعامل مع المرأة وأساليب أيضا التعامل المرأة مع الرجل في هذا طيب أنا سأجيبك على سؤال لكن اسمح لي بس حتى لا يعني خلنا المشاهد الكريم معنا يأخذ فعلا كيف كانت قضايا المرأة في القرآن بالإجمال ثم ندخل في التفاصيل التي تريد فاسمح لي أستعرض الآن بسرعة قضية فعلا 26 قصة سريعة فقط وهدف كل قصة بعدين ندخل في ما تريد اختر ما شئت من الحديث عنه يعني مثلا نقول نحوى في علاقة الرجل مع المرأة وأن علاقة كاملية وليس عن علاقة صدمية خذ مثلا في قصة امرأة نوح وقلنا قضية خطورة النشوز وعصيان الزوج وإذائه وأنه خطر داهم على الأسرة اليوم والمشاكل تذكرها عنه والسلوكية تتخلف بين المرأة والرجل قد يجد الرجل بعضا إحنا زوجته ذات سلوك مشين وليس فقط المرأة زوجها ذات سلوك مشين في قصة نوح والوط شيء عجيب بهذا الجانب خذ مثلا قضية امرأة العزيز زليخة وقيل رعيل كما يذكر في بعضها منهج واضح تماما يعني في مسألة الشهوة وافتتان المرأة بالرجل وأخذ الحيطة والحذر من خطوات الشيطان مجاهدة النفس الأمارة بالسوء قضية العفاف سواء عند المرأة أو عند الرجل وعند الشاب في قصة يوزف واضحة سبحان الله بشكل عجيب جدا وهي من القضايا اليوم التي يعاني منها الكثير من الشباب من الجنسين خذ قضية مثلا بالقيس إنموذج المرأة الرائية المسؤولة امرأة تحكم ملكة وحكيمة حازمة فعلا امتازت بذكاء وتعقل وحصافة رأي وثراء ذهن وعمق التفكير والقدرة على تحمل المسؤوليات للمرأة قادرة أن تتحمل المسؤوليات وقادرة أن تعطي قصة بالقيس جاءت بهذا الانموذج بشكل عجيب ورائع وأيضا خذ قضية زكري امرأة زكري ويقال أن اسمها إشاع بنت عمران وقيل أشياع وهذه في قضية العقم وتأخر الإنجاب وكيف وجههم الله سبحانه وتعالى إلى فعل الأسباب في هذه القضية وما أكثر اليوم النساء التي يعانين من هذه القضية أو الرجال الذين يعانون من قضية العقم جاء لها علاج بالقرآن في قضية امرأة زكري وزكري نبي الله عليه السلام وبشكل عجيب وأمرهم بالآيات كيف يفعلون بخطوات معينة لعلاج قضية العقم قضية امرأة عمران حنة بنت فاقود كما يقولون فهي نموذج المرأة الصالحة الحريصة على صلاح ذريتها حيث نذرت ما في بطنها لله وكيف أن المرأة فعلا إذا ترغب في صلاح أولادها وذريتها ويصبح قلق كبير جدا في هذه القضية كيف امرأة عمران نجحت في قضية صلاح العبن نذرت ما في بطنها التي هي مريم عليه السلام وكيف كان لها أثر كبير جدا خذ أيضا قصة امرأة أيوب لي بنت يعقوب وقيل رحمة بنت إفرايم ابن يوسف ابن يعقوب وهذه القصة في قضية كيف صبر منهج الوفاء والتعاون بين الزوجين وربما الدنيا تميل على البيت ذلك البيت المسلم في حال الرجل الذي ربما يقع في خسارة عظيمة ربما يصاب الرجل بمرض خطير ربما امرأة بمرض خطير كيف الصبر والوفاء بين الزوجين ثمانية عشرة سنة وهذه المرأة صابرة وبشكل عجيب وتهجر ويرمى زوجها خارج البلدة وكيف تضذل وكيف تقطع تقص شعرها ومواقف عجيبة جدا تذكرها تذكرها الآيات مجملة ويذكرها كتب التفاسير والآثار والتاريخ مفصلة بدقائقها خذوا قضية مثل امرأة إبراهيم سارة قصة من قصص القرآن العظيم منهج كرم المرأة وحسن ضيافتها وخدمتها للأضياف ولما جاءتها الملائكة في سورة البشر كضيوف على زوجها ماذا فعلت وكيف قامت مقام الرجول فعلا في مثل هذه المواقف خذ مثلا قصة أم موسى قيل اسمها باختة وقيل لوحة بن تهاند بن لوي بن يعقوب منهج القرآن في مسألة الابتلاء والامتحان في الأولاد وأيضا حبهم والمعاناة من أجلهم والصبر والاحتساب في الرضا بقضاء الله والقدر في الذرية كيف عانت أم موسى لما ولدت موسى وكيف الله تعالى أن تضعه في الصندوق وأن ترميه في البحر أي إيمان يعني بشكل عجيب خذ مثلا قضية امرأة قصة امرأة موسى وقيل أنها اسمها صفورية أو صفوراء وهي قوة شخصية المرأة في الحوار في روح المبادرة التفكير الإيجابي لها رأي قصة امرأة بنت شعيب لما ذهبت تسقي الرعاء هي وأختها ولما واجهها موسى وكيف كانت العلاقة بينه وبين موسى عليه السلام وتذكرها آيات القرآن ثم تفصلها قصص كتب التفاسير وغيرها كيف أن تثبت شخصية تلك الفتاة روح مبادرة إيجابية يمكن الفتاة أن تكون اليوم قوية في مجتمعها وهالقرآن يطيك مثال في صفورة زوجة موسى عليه السلام خذ مثلا قضية أخت موسى مريم بنت عمران ليست أم عيسى عليه السلام ثانية امرأة مشابهة بالاسم لكن توافق أسماء كما يقولون منهج مثالي في علاقة الأخت بأخيها اليوم كم نعاني يا شيخ عبد الله من علاقة الأخت بأخيها كثير من الإخوة نسي أخته أو العكس وجاءت هذه القصة في القرآن لتؤكد هذه العلاقة وأن ليس للإنسان غينة عن أخته وليس للأخت غينة عن أخيها وأيضا بتفاصيل وإن كان القرآن أشار إليها إشارة بسيطة جدا لكن سبحان الله لما تتأمل القصة وحن أخذنا كل قصة وفصلنا فيها تفصيل كيف يمكن المشاهد دكتور والمستمع يرجع إلى مثل هذه التفصيلات هو يحتاج إلى مثل هذه الموضوع أنت ذكرتها على عجالة وحقيقة أيضا السادة المشاهدين والمستمعين يحبون أن يفصلوا فيها هل هناك وسيلة لقرآنك؟ إن شاء الله طبعا 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 حن سبق أننا صورنا البرنامج قصص النساء في القرآن هو موجود اليوم يمكن على يوتيوب جميع القصص أيضا الآن شغلين عليه بأن يكون في مجلدين سيخرج في مجلدين كاملين بهذا العمل العمل استغرق سنوات طويلة أنا أسمح لي أنا أعطيك فرصا أبقف عند القصة الثانية عشر من المتحدث وما برجع أكمل فيها بس عشان ما أقطع المشاهد الكريم ففعلا كيف تكون قضايا المرأة في القرآن ليس بكلام ولا كلام نظري أنا أتكلم عن سنوات طويلة قضيناها فعلا مع آيات القرآن وجمعها والرجوع لكتب التفاسير وكتب التراجم والتاريخ والسير لإخراج هذه المواقف خذ مثلا قضية أم يوسف يتسمى لي وقيل هي رحيل قصة أم يوسف نحن نقرأ قصة يوسف صح؟ وأبو يوسف لكن من من يتعرض لقضية أم يوسف أين هي في القصة؟ أين هي في القرآن؟ قليل جدا ما يتعرض لها هذه الأمة التي هي لي أو رحيل القرآن أعطاك منهج في مسألة الابتلاء والامتحان في الأولاد وحبهم والمعاناة من أجلهم والصبر والاحتساب في الرضا بالقضاء وخاصة إذا كان البيت أو الرجل معدد له أكثر من زوجه وله أولاد من هنا ومن هنا وكيف يكون التعامل كيف كانت أم يوسف في تلك القصة وكيف كان أثرها إذن الآن أنا أتعرض تقريبا العدد من هذه القصص سأقف وسأكمل أنا أودنا مشاهد الكلمة يكون معي سأكمل لكن ليس أود أن أجعل عرضك أنا أمر على مجموعة من النقاط التي ذكرتها دكتور حتى نجمع ما بين هذا العوض السريع وبعض التفصيلات الجميلة طبعا طلبت منكم أن تعرضوا للشرائح لكن يبدو منهج طريقتكم في البرنامج لم تكن الصورة واضحة التي وصلت لكن شيخنا الآن نعود إلى مجموعة من هذه القصص التي ذكرتها وكيف أن القرآن يعرض هذه المواضيع هناك مجموعة من الأسئلة تقف أمام ذكر هذه القصص أولها أن هذه محدودة بزمان غير زماننا اليوم الزمان تغير والشخصيات تغيرت العالم تغير أقول لماذا أنتم تلزموننا بالنظر إلى مثل هذه القصص مع أن ربما تكون لو وجد في زماننا هم يقوموا كذلك ربما اختلفه كان بالإمكان أن نوافق على هذا القول لو لم يكن القول قول الله ولو لم يكن الكلام كلام القرآن والله لو كان كلام كتب التاريخ أو كتب السير والتراجم لكفى يمكنني أن نقول هذا الكلام لكن هناك القرآن نزل دستور نزل منهج حياة لنا يعني القرآن إذا أخذناه من جانب آيات تقرأ ونتعبد الله تعالى فيها لا شك هذا خير لكن نخسر كثيرا القرآن يا أخي جعله الله تعالى منهج حياة للإنسان إلا من نتخذ القرآن منهج وسلوك ونرجع لمشاكلنا حتى مشاكلنا والله الخاصة على مستوى الفردي هل تصدق أن مشكة الاقتصاد الإسلامي وكذا اليوم يعرجها القرآن بآيات في القرآن وبشكل عجيب جدا وبشكل عجيب جدا والله العظيم لو تأملناها وجمعناها لو وجدنا كيف علاج الاقتصاد وحال الاقتصاد من القرآن الكريم يا أخي ما فرطنا في الكتاب من شيء كما يقول الحق عز وجل ومتى ما أردنا مع الأسف أن نجد في أنفسنا غضاضة في أن نرجع للقرآن الكريم متى ما جعلنا أصبحنا نستجيب لمن يقول يا قرآن يا رجل مستوى القرآن وحاول أن يبعدنا عن القرآن الكريم وعلى أسف ربما نجح البعض في إبعاد البعض من المسلمين عن القرآن لا يكاد يقرأ يمكن يمر اليوم واليومين والثلاثة والأسبوع لا يقرأ القرآن وإن قرأ فلا يتدبر ولا ينظر ولا يجعل القرآن منهج حياة ما يقرأ القرآن ويستشعر أن هذه المعاني يجدها في نفسه ويجدها في حياته ولذلك أنا قلت لما بحثنا في قضاءة كيف نستطيع أن نشارك في قضاءة المرأة اليوم التي يتجاذبها الأطراف بكل اتجاه والله ما وجدنا أفضل ما وجدنا في القرآن الكريم وفعلا وجدناه يستعرض قصص وكل قصة لها موضوع قضية معينة عجيبة دكتور دعنا ننتقل إلى قصة أنت ذكرتها عرضا وبذكرك لمواضيع القرآن العرضية السريعة أنا أريد أن ننتقل بعض الوقفات الجميلة وقفة ذكرتها مع زوجة موسى عليه السلام وكيف أنها كانت مبادرة وجاءت إلى موسى من يقرأ هذه القصة ويرى بعض ما يطلق عن الإسلام في قضية كيف عامل المرأة أو بعض العادات التي كيف تعامل الناس فيها مع المرأة يجد أن هناك فرق وهو أن هنا مرأة تقول أنت في كلم قبل القرآن أن مرأة تبادر ومجتمع آخر ربما يطلب أن يكون هو مسلما وتطبيقاته الإسلامية بالمقابل هو يتحدى المرأة يبعد المرأة يجد أنها في بعض تصرفاتها عار أو شيء من هذا القبيل كيف اليوم نوضح هذه الصورة أن فعلا القرآن خاطب هذه وذكرها أن المرأة أصبحت مبادرة بل وتكلمت مع موسى بكلام صريح جدا جدا سؤال جميل أنا أقول هذا الكلام ليس فقط لمن يعادي قضية المرأة بل عكس حتى من بعض الناس اليوم الذين ربما أخذوا من الإسلام ظاهره أو مع الأسف عاداته تقاليد أثثه أصبح ينظر للمرأة بجانب آخر نقول لأخي أتركوا عاداتكم وتقاليدكم منظر الحقيقة القرآن كيف أراد أن يتعامل مع المرأة ونجعل المرأة أخذ هذا المثال في زوجة موسى تحدث قرآن الكريم عن فتاة ذكية شجاعة حيية عفيفة موفقة بارة بأبيها صابرة معينة عرفت كيف تختار هي بنفسها زوجها موسى عليه السلام ولذلك هذه الصفات جعلت المرأة محاورة ذكية قادرة نحن نقول لفتاتنا اليوم أي بنت مسلمة كوني بنتي هذه الصفات بالعكس نحن نقول من يمنع المرأة والله أن تتحدث ولا أن تكون محاورة قف يا أخي لما هذه هي المرأة المسلمة هكذا القرآن يشقص المرأة المسلمة لكن أيضا بجانب لاحظ جانب الأدب والعفاذ والحياة لاحظ القرآن فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا يعني على استحياء ما أجملها من كلمة يقول للمرأة بل عكس عن طالب المرأة أن تطالب بحقها ولا تسكت عن حقها أبعا تسكت عن حقها مهما كان لكن بهذا الأدب الجميل بهذا الحياء الجميل بهذه القدرة بحوار الرائع والأدب والعفة هكذا تكون المرأة يا أخي خرجت الفتاتان للضرورة لعجز أبيهما لكن كيف كان حالهن في الخروج لما خرجنا لعمل شريف خرجنا فعلا قد تكون المرأة يا أخي تحتاج إلى أن ما عندها زوج تطعم أهلها تطعم إصبيانها تطعم كذا نحجرنا نقول في البيت هات عملين ليس صحيح لكن لما خرجت كيف كان خروجها لما جاءت الفتاتان لتسقي وجدنا الرجال لم تذهب لترضى وتختلط مع الرجال إنما وقفت على استحياء حتى انتهى الرجال أو من السقي فتسقي بعد ذلك لكن إما وجدت فرصة بموسى عليه السلام وموسى استعانى لهم بأن يسقي لهم شوف كيف التفاهم بهذا الهدوء وهذا العقل ولذلك أنا أقول قصة زوجة موسى أو ابنة شعايب يعني عجائب لحظة الفتاة عندما تحدث أبيها بحقها يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين على المحاورة والذكاء وعرضت ما بنفسها لأبيها بطريقة ذكية وعفيفة شكرا لك دكتور إبراهيم دويش وشكرا لكم أنتم مشاهدين ومستمعين فاصل ونعود إليكم الآن يمكنكم متابعة إذاعة القرآن الكريم عبر شبكات التواصل الاجتماعي تويتر انستجرام سنابشات تليجرام واليوتيوب على حسابنا الموحد قرآن راديو أندرسكور كيو اي كيو يو آر ا ان آر اي دي آي أو أهلا وسهلا بكم مشاهدين ومستمعين على شاشة تلفزيون قطر ومستمعين على إذاعة القرآن الكريم بتردد 103.4 برنامجكم برنامج بصائر وضيفنا هو الدكتور إبراهيم الدويش أهلا وسهلا بكم الله يحييك دكتور انتهينا من قصة زوجة موسى ثم تطرقنا قليلا بذكر هذه السلسلة الجميلة ووصلنا إلى أم يوسف عليه السلام نكمل هذه السلسلة ونعود إلى نقاش يعني من قصص النساء وانا قلت انها أكثر من 26 أو 27 قصة امرأة خذ مثلا قصة الثالث عشر قصة آسيا بنت مزاحي مرأة فرعون يتحكي كيف أن المرأة ربما تبتلأ بزوج طاغية ظالم يعني شرس وكيف تعاملت المرأة معها كما قبل قليل قلنا في زوجة لوت وزوجة العكس شوما القرآن كيف يأتي جاء بزوجة لوت وزوجة نوح الرجل صالح والمرأة فيها ما فيها جاء العكس الآن المرأة صالحة والزوج الذي هو فرعون وكيف صبرت على أذاء وظلم وتجبره خذ قصة مثلا مريم عليه السلام قصة تلك الفتاة الصالحة الصادقة في علاقة قوية بينها وبين ربها فعلا اختارت أن تكون شخصية شخصية مؤمنة ابتلت ابتلاء شديد فصبرت بقضية الحمل والولادة وقضية عجيبة جدا في القرآن وهذه قد تتعرض له بعض الفتيات اليوم من المضايقات تخرج فتاة ربما في بيت الله أعلم بحال ذلك البيت فتاة صابرة مؤمنة صالحة فهذه إنموذج للفتاة في مثل هذا الحال خذ مثلا قصة أم الغلام الكافر قيل اسمها رحمة وقيل اسمها سهوة وقيل غير ذلك منهج القرآن في مسألة الابتلاء والامتحان في الأولاد وحبهم والمعاناة أيضا من أجلهم الصبر والاحتساب في الرضا بقضاء الله والقدر في قضية الذرية التي ربما تصاب بها المرأة اليوم خذ أم الابن الكافر العاق منهج القرآن في مسألة الابتلاء والامتحان أيضا في الأولاد خذ مثلا قضية المرأة الحمقاء قيل اسمها ريطة بنت عمر بن كعب بن سعد بن تيمي بن مرة وسميت جعران لحماقتها منهج قرآن واضح في ضرورة التفاة المرأة إلى العقل والتعقل والتفكر وهمية الثبات على الأمر والوفاء بالعهود والعقود وخطورة العجلة في الأمور التي نقضت غزلها تلك المرأة التي نقضت غزلها أيضا خذ قصة امرأة أبي لهب أم جميل أروى بنت حرب بن أمية مسألة المرأة السوء التي تمشي ربما بالنميم والإفساد ومع الأسف اليوم نجد بعض النساء السيئات التي ربما يكون أبواق لبعض الأعداء في قضية تفساد المرأة وتفسخ المرأة وغيرها قصة امرأة أبي لهب هي إنموذج لمثل هذه النوع من النساء فيعرضها القرآن أيضا ويعرض القصة بشكل عجيب جدا خذ مثلا قصة عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم فيها المنهج الشرعي الذي لا مثيل له في التعامل مع الإشاعات قصة حادثة الإفك عرضها القرآن في سورة النور بشكل عجيب وكيف إذا تعرضت الفتاة والمرأة المسلمة للإشاعة ولغيرها تتعامل معها بهذه الطريقة خذ مثلا قضية خولة بنت ثعلب الأنصارية امرأة أوس بن الصامت الأنصار لمنهج الشرعي في الجرأ والحياء عند المرأة المسلمة عندما تطالب بحقها المرأة لا حق أن تذهب للمحكم اليوم لا حق أن تطالب بحقوقها بهذا المنهج الذي عرضه القرآن فعلا في مثل هذا الموقف خذ مثلا قضية نساء النبي لما تظهر قضية الحكم من تعدد الزوجات ولما عرضت قضية سورة التحريم المواقف يا أيها النبي لما تحري ما أحلى الله لك وعرضت المواقف العجيبة بين نساء النبي فعلا رضا المرأة في التشريع بشكل عجيب عندما تتعرض المرأة مثل هذه المعاني خذ قصة زينب بنت جحش في المنهج الشرعي للمرأة عند تعارض محاب بالله ومراضيه مع رغبات النفس وهواها فتقدم أمر الله تعظيما ونعرف كلنا قصة زينب وكيف تحدث عنها القرآن في سورة الأحزاب وغيرها وقصة عجيبة فعلا كيف أن المرأة فعلا ضرورة المبادرة بالسعي العقلاء لإصلاح ذات البين وغيرها واشتقاق بين الزوجين عندما يحدث قضية عائشة وحفصة مسأة الغيرة عند النساء وحدودها وآثار التي قد تصل لهدم الحياة الزوجية خاصة عندما كما ذكرنا في مسأة تعزوجات بعض الأحيان وهمية مراعة النفسيات في هذا الجانب خذ قصة مثلا امرأة من أصحاب الأخدود والتي قتل ابنها أمامها أيضا الصدوع بالحق الصبر عليه المنهج الواضح في التصدي لاستضعاف المرأة والعنف معها أو قهرها أو ظلمها نقول للمرأة لماذا تسكتين عن عنف المرأة تعني في المرأة اليوم لماذا المرأة المسلمة ترى أن أعداء الإسلام يحاربون الإسلام من خلالها من خلال المرأة ولا نجد أن بعض النساء تتصدى لمثل هذا الأمر وتقف بقوة يا أخي هذه امرأة وقفت بقوة فعلا بمنهج ثابت دفاعا عن دينها حتى وإن رمي ابنها في النار في النهاية خذ قصة مثلا وهي القصة الخامسة والعشرون نساء بني إسرائيل الصمود في وجه المشاكل والمصائب الثبات على الإيمان المنهج الواضح في التصدي لاستضعاف المرأة والعنف معها اليوم اللاجئات في المخيمات اليوم مع الأسف يركبنا مراكب الموت للبحر للهروب من واقع في بعض البلاد اليوم المرأة تواجه قضية المرأة المطلقة المرأة المعلقة المرأة كذا النساء المستضعفات كيف ذكرهن القرآن فعلا وكيف عارج هذه القضية خذ قضية مثلا قصة وعد البنات والرجل وعد ابنته وقد أظهر ندمه عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف عالجها القرآن فعلا في التصدي لاستضعاف المرأة أو قهرها أو ظلمها خذ القصة الأخيرة مستضعفات مكة منهج واضح أيضا تصدي كما ذكرنا لاستضعاف المرأة والعنف معها أو قهرها أو غير ذلك إذن لما تنظر لقصص النساء في القرآن وتجد أن كل قصة محفة حول موضوع معين تشعر أن القرآن عالج قضايا المرأة من خلال قصص النساء في القرآن والذي يمر على هذه الآيات شيخ إبراهيم ويمر على هذه السور يجد أن لم يخاطب فقط تلك الأحداث بل جعل المرأة في جهة من الجهات عبارة عن الأم وجهة من الجهات عبارة عن الأخت وعبارة عن الزوجة وعبارة عن البنت حتى تجد كل امرأة من سلوتها في هذه القصة أو في هذا الموضوع ماذا دكتور عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع المرأة ودعني ننتقل من القرآن وحياتنا مع القرآن إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام في تطبيقه لهذا القرآن في تعامله النبي لما بعث بعث في قوم كانوا ينظرون إلى المرأة بنظرة ازدراء بشكل فضيع جدا حتى أن الواحد منهم يأيد ابنته النبي عليه الصلاة والسلام كان له تعامل مع المرأة مختلف الصحابة بعد تحوله من الإسلام كان معهم تعامل مع المرأة مختلف عما كانوا فعلوا ماذا أمامنا في هذا الموضوع هذا الموضوع آخر عجيب النبي عليه الصلاة والسلام من حكم التعدد زوجاتها التسع رضوان الله تعالى عليهن فعلا قضية الانتصار للمرأة بشكل عجيب بدءا بخديجة التي هي أم أولاده كل أولاد بنات النبي من خديجة رضي الله تعالى عنها إلا إبراهيم كان من ماري القطبية أربع بنات وثلاث أولاد سبعة أولاد للنبي عليه الصلاة والسلام تزوج سودة لما توفيت خديجة امرأة كبيرة كانت لترعى أولئك السبعة من الأولاد ولما كبرت في السن هي التي أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج عائشة وفعلا كان زوج عائشة بوحي من السماء ثم عائشة تلك الفتاة الصغيرة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تربت في حضن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن كانت صغيرة في بيت صديقه أبي بكر إلى أن كبرت وأصبحت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام عائشة كان لنا معها شأن آخر تماما نفس القضية وجدت أن عائشة سبحان الله أسلوب حياة عجيب بكل تفاصيل الحياة بدءا من كونها طفلة إلى أن توفية رضي الله تعالى عنها قمنا وجمعنا كل ما يتعلق بعائشة في كتب السير والتاريخ والأحاديث والآثار وجدنا شيء عجب جلسنا في العام الأكثر من أربع سنوات فأخرجنا كل ما يتعلق بعائشة ثم قمنا بالخطوة الثانية فصلنا المردود فصلناه وأبعدناه وأخذنا المقبول ننظر فيه ونفصله وجدت حقيقة أن كل خطوة في حياة كل مرحلة في حياة عائشة فيها شيء دسم ما شاء الله عائشة كطفلة عائشة كبنت عائشة كأخت عائشة كزوجة عائشة كأم وعائشة كفقيها وعائشة كعابدة وعائشة وزينة عند المرأة يعني تصور كل مرحلة وكل موقف في هذه المواقف وجدت أن فيه مادة دسمك حتى استطعت أن تكون ثلاثين ملف كل ملف فيه جانب عائشة كطفلة ما شاء الله ولذلك خرج هذا العمل كله في برنامج اسمه برنامج عائشة وبث السنوات الماضية عليها وطبع في كتاب والذي سيدشن قريبا حتى في قطر الشاهد أحد الحلقات عن عائشة عائشة وحقوق المرأة ووجدت مواقف عجيبة كيف كانت عائشة تحرص أن تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام لتنقذ المرأة من عادات جاهلية أعطني مثال دكتور يعني خذك مثال لما بعض النساء جئنا لعائشة في قضية أكرمك الله الحيض أو قضية تزويجها تزويج تلك الفتاة فتاة ثيب جاء زوجها أبوها عنوة عنها فذهبت تلك المرأة تتسنصر والنبي صلى الله عليه وسلم يستشير عائشة في الموضوع فتاة صغيرة بكرة ليست ثيب أخرى أيضا يزوجها أبوها عنوة فتذهب تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم فتاة أخرى تذهب للنبي صلى الله عليه وسلم أو تذهب تتشفع بعائشة في موضوعها يعني مواقف حقيقة تتعجب كيف أن عائشة انتصرت للمرأة المطلقة والعادات الجاهلية كانت تعمل في عهد المشركين قبل إسلامهم وكيف أن نبي صلى الله عليه وسلم فعلا يعني جاء بالحكم الشرعي الذي جاء من السماء في الانتصار لهذه المرأة المطلقة في عدتها كيف أن ننتصر في قضية الزواج للمرأة والتي كانت مع العسف المرأة في الجاهلية للزنا للمتعة وكانت تضع خيمتها وكانت فوقها علم أحمر معلوف أن هذه المرأة لمن أراد كيف جاء الإسلام وأنجه هذه المرأة في هذه القضايا جاء الإسلام في النصوص الشرعية جاءت في لفظ الأم وجاءت في الزوجة وجاءت في البنت وجاءت في الأخت وجاءت في العمة وجاءت في الخالة كل امرأة من نوع من النساء والله العظيم جاء الإسلام ليرفع من شأنها وينقذها مع الأسف أن لا أحد إلا قليل يظهر هذا الأمر وإذا أظهرناه لا نجد له جانب من التطبيق والممارسة في حياتنا حتى الكثير من المسلمين لا يعلم قضايا المرأة مع الأسف ربما يأخذها عادة وإذا جاء أحد يبينها ربما يغضب عليه قال أن تناصر المرأة يا أخي هذا هو ديننا في حق الأمر يبدأ يتهم معي هذا ربما يتهم وغيره أنا والله يتكلم عني كثيرا أذكر حتى في خطبة للعيد كنت أشير لمثل هذا فصرخ علي رجل قال كافة فسدت النساء في المسجد في يوم العيد كافة فسدت النساء علينا يا أخي فسدت النساء على أمثالك ممن يظلم المرأة وربما يتعامل مع المرأة بعادات قبلية لا حقيقة لها في الإسلام خلينا أخذ دكتور نقطة اتطرقت إلى قضية عائش رضي الله وتعالى في حوارها مع النبي عليه الصلاة والسلام وقبلها ذكرت قصة المرأة التي جاءت تجاد النبي عليه الصلاة والسلام كيف أعطى النبي عليه الصلاة والسلام الأمان للمرأة بالحديث عن أدق خصوصياتها وأدق تفاصيلها وأعطاها الأمان حتى بالحديث الشكاية سواء كان عن قضية الشكاية الأزواج أو الشكاية في الحقوق وحتى الشكاية في قضية أخذ المال ورده بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع لها ويذهب لهم يوم كيف أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحق وعلم الصحابة رضوان الله يتعلم أن يفتحوا المجال أمام المرأة في بعض تطبيقات بتهذيب معين النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع المرأة كالرجل تماما لا يفرق بين الرجل والمرأة إلا فيما فرق فيه الشارع الحكيم بطبيعة خلقة المرأة وطبيعة الفيزيائية عند المرأة التي تختلف عن الرجل أما ما عداها فالمرأة هي أخي مثل الرجل أحكام الشريعة للمرأة والرجل هكذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في بعض الأحكام الخاصة بالمرأة كأحكام الطهارة والحيظة أو غيرها هي التي تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم جاهليا في عصر المشركين مشركي قريش وغيرهم وكانت المرأة مضطهدة معذبة كانت المرأة فقط للمتأة أكرمكم الله مع الأسف النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة نقل حياة المرأة إلى امرأة فعلا امرأة غيرها من الناس عندما نتعامل نحن اليوم مع المرأة بهذه الصورة مع الأسف بعض الشباب هل تصدق أنني أفاجأ بعض الشباب لما يتزوج يتصل بعد فترة يقول الشيخ أنا والله سأطلق ليش متى تزوجت قال لي ست شهور طيب لماذا يا حبيبي قال والله ما توافقتنا وزوجتي أعطني صور على عدم التوافق بينك وبين زوجتك يريد أن تكون الفتاة سامعة ومطيعة هو الآمر هو الناهي إذا لم تسمع له إذا لم تطعه في بعض الجوانب حتى ربما بعض الجوانب بالأكل والشرب وغيرها إذا لم تسمع له إذن هما لم يتوافق فيظن بعض الشباب أن الفتاة يجب أن تتلغي شخصيتها تماما وتلغي محابها ومكارهها فتحب ما يحب الزوج وتكره ما يكره الزوج جميل لو وجدنا هذا لكن الأصل أن المرأة شخصية مستقلة كما أنت أيها الشاب شخصية مستقلة شخصيتان مستقلة تاني اجتمعا تحت بيت واحد وسقف واحد المفترض أن يرى كيف يتفق أو ما هما متفقان فيه فيعيشان بأنس وسعادة وما هما مختلفان فيه فيقدر كل منهم الآخر ويحترم كل منهم شخصية الآخر هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم دعني أنقل دكتور هذا الحديث إلى موقف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما ذهب إلى المدينة وحصلت الحادثة وقال أتينا إلى نساء إلى آخر الحديث وأجعل هذا أمام اليوم المرأة أمام هذا التطور السريع الذي تجاهده اليوم ربما المرأة تتحدث في أشياء أو ربما تنقل بعض الأقوال أو بعض الكتب التي تقرأها وتبدأ كأنها تميل إلى هذا الجانب من غير معرفة دقيقة بما يريدها أولا أو هؤلاء اليوم كيف تتعامل المرأة مع هذا التطور السريع في هذا الكلام التي تعيشها أنا أستغرب حقيقة أن نبحث عن المرأة كغيرها يا أخي مثل ما يتعامل الرجل مع تطورات الحياة السريعة أنا أقول متى اتفق الزوجان يعني شف قصة أظنها المغيرة بن شعبة وكذا لما تزوج ودخل على زوجته فقالت على رسلك يا أبا أميه لما أرد أن يضع يده على رأسي وقد عرسك يا أبا أميه أنت زوج إن الحمد لله نحمده ونستعينه هذه المرأة حتى يقول والله لقد أحوجتني إلى الخطبة لأن الدخلة هي فيقول فقالت أما بعد أنت رجل غريب عني وأنا امرأة غريبة عنك فانظر ماذا تحب وما هي الأمر التي تحبها فاذكرها لي فأحبها وماذا تكره فأكره ما تكره ومن تحب أن يدخل بيتك فأدخله ومن تحب أن لا يدخل بيتك فأجسنبك فيقول والله لقد أحوجتني إلى الخطبة فقلت أن الحمد لله نحمد إلى آخر أما بعد فقد قلت قولا عظيما أيها المرأة إلى آخر يا أخي الكريم أنا أقول هذا الموقف البسيط صحيح أن فيها شيء من الطرافة والضرافة لكن لماذا لا تكون في حياتنا الزوجية فعلا لماذا في البدايات لا يتفق الزوجان على عرض كل ما يحبه الآخر هل تصدق يا أخي أن بعض الأزواج لا يعرف حقيقة زوجته أو لا تعرف حقيقة زوجها ماذا يحب وماذا يكره إلا بعد خراب البصرة كما يقولون بعد ما تكون ساءت العلاقات واشتدت الأمور وتخرق يبدأ الآخر يعني بعد خمس سنوات عشر سنوات عشرين سنة بدأت المشاكل أو ظهرت المشاكل وطفحت المشاكل ولم يعد الوفاق لما بداية يا أخي منذ الحياة الليالي الأولى والسبيل والشهر الأولى أنا أقول يا ليت والله يا أخي المؤسسات والجهات الخيرية في قضايا الأسرة والزواج يضعون وثيقة وثيقة الزواج الناجح ما بين الزوجين ما بين الزوجين بمعنى أنه نضع كل الأمور الحياتية ماذا تحب المرأة ما هي محاب المرأة وما هي محاب الرجل ويشير كل واحد منهم على ما يريد وش الأشياء اللي أحبها حتى أعرف أنا من هي زوجتي من البدايات وش تحب من الألوان وش تحب من الأطعمة وش تحب من الألبسة وش تحب من الكلام وش تحب كذا وأيضا هو الزوج ماذا يحب من كذا حتى نحاول بل إنني قلت وحاولت سنة من السنوات أن أجعل هناك برنامج يسمى برنامج اختبار أو قياس التوافق الزواجي بحيث أنه هل ممكن نجعل برنامج إكتروني الزوج يدخل كل المعلومات عنه والمرة تدخل كل المعلومات عنه ثم تخرج نتيجة نهائية كم نسبة التوافق بين هذين الطرفين هل 50% 30% 40% نسبة التوافق صفر نسبة التوافق 100% حتى تعين على تخفيف نسبة الطلاق الرهيبة التي اليوم يعيشها العالم العربي هل تصدق أن بعض الدول اليوم وصل نسبة الطلاق فيها إلى 70% و80% بعض الدول والله وصل 80% أنا أعرفها لكن لا أريد أن أذكرها ومتوسط نسبة الطلاق اليوم في الدول العربية من 30% إلى 60% 40% قليل من الدول من تجد فيها نسبة الطلاق 20% و25% طيب لماذا؟ لأنهم اليوم أحدثوا أنهم جعلوا فعلا العلاقة بين الذكر والأنثى علاقة صادمية ليست علاقة تكاملية يا رجال يا نساء يا أخوات يا إخوة علينا أن نستمتع بالحياة في تكامل هذان الطرفان كما يقول صاحب كتاب النساء من المريخ والرجال من الزهرة كتاب جميل أنا وليس قرأته كم مره علقت عليه حقيقة عدد من المرات هذا الكتاب الجميل كتاب مترجم دي رجل غربي كتاب مترجم يحكي أنه يصور أن النساء جئنا من عالم من كوكب والرجال من كوكب آخر فعلى هذان الطرفان الذي كل منه من كوكب آخر الذي يأتي بطريقة معينة وخلقة معينة وتذكير معين أن يحاول أن يتوائم ويتفق يفهم كل منهم الآخر وذكر مواقف عجيبة من المواقف الطريفة التي ذكرها قال أن المرأة عندما تشتكي غير الرجل لما يشتكي المرأة عندما تشتكي تريد شيء والرجل لما يشتكي يريد شيء المرأة تتعامل مع الرجل في شكوى كما تفهم هي والرجل يتعامل مع المرأة في شكوى كما يريد هو المرأة الرجل لما يشتكي يريد حل يقولون المرأة عندما تشتكي تريد عاطفة تريد من يربط على كتفيها وللتالي لما يشتكي الرجل للمرأة وتتسوي المرأة تعالج الشكوى بالعاطفة تعامل بما تحبه أي نعم ولذلك يقول من الخطأ أن الرجل لا بد أن يفهم الرجل نفسية المرأة ولا بد أن تفهم المرأة نفسية الرجل دكتور في آخر دقائق البرنامج اليوم المرأة أمام بعض الدعوات النسوية التي تطلق بين الفين والأخرى أو بعض الشباه التي تثار في نقطة في مسألة الحجاء في مسألة الولاية في مسألة الوصائل مجموعة من الأخبار التي تثار بين فترة أخرى اليوم يوقف المرأة أمام هذه الدعوات كيف تتصرف كيف تتعامل كيف تثقف في دينها وتتعلم ما أمر الله سبحانه وتعالى حتى لا تطعم في بعض هذه الأشياء أولا أن تعتز بهويتها هويتها الإسلامية عليها أن تعرف أن الإسلام الله ما جاء إلا لخير وأن الإسلام حقيقة الإسلام إنما هو في الكتاب والسنة وليس في الأقوال والخلافات هذا واحد الأمر الثاني أن تكون عميقة الفكر والرأي فتدرك ماذا يراد بها ماذا يراد لها ماذا يريدون هؤلاء لها هل هو الخير أم لا شتان بين من يريد كل شهوته وبين من يريد كل أمته وحضارته شتان بين هذا وذاك الأمر الثالث فعلا على النساء أن يتكاتفنا خاصة العاقلات من النساء أتمنى والله اليوم جميل أن نجد اليوم بعض المؤسسات مثل مؤسسة الشيخ عبدالله عبدالغني مثل مؤسسة بعض المؤسسة الحنسوية اليوم ظهرت التي تريد أن تقف أمام الهجمات الشرسة التي تريد المرأة المسلمة اليوم لكن أتمنى أن يتتكاتف هذه المؤسسات وأن يتصدر العاقلات من النسوة اليوم خاصة ممن برزنا في أصحاب الشهادات العليا وغيرهن كما ذكرت نساء في التاريخ وذكرنا اليوم حملنا ما يسمى تحرير المرأة وحراق الحجاب أو غيره أن يتسدر نسوة لمثل هذه الحملات التغريبية وغيره التي تريد فعل المرأة اليوم في دينها وعفتها أتمنى أن يتكاتفنا وأن يتعاون وأن يتوازعنا الأدوار فيكون لهم لدورes لا شك أن وقوف المرأة وردود المرأة غير وقوف الرجل يدافع عن المرأة كون المرأة تدافع عن المرأة والمرأة تدافع عن نفسها وعن بلاد جنسها لا شك سيكون له أثر كبير جداً غير لما يدافع الرجل عن المرأة ماذا الدكتور في رسالة توجهها أيضا إلى الرجل أنا أقول على الرجل أن يفهم طبيعة المرأة وأن يقدر هذا المرأة المرأة يا أخي كنز له والله المرأة نعتبرها جوهرة له فرصة نعمة عظيمة أعطاك الله تعالى إياها فاستثمر هذه المرأة فاستثمرها كما خلقها الله خذها كخلقتها كما أن على المرأة أيضا تأخذ الرجل كخلقته فأنا أقول يا ليت والله قضيت التفاهم والله يا أخي الكريم كلمة واحدة وجدتها في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه ومع النساء كلمة واحدة بل حتى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغار والله لو قامت البيوت اليوم والحلاقة بين الرجال والنساء على هذه الكلمة لو وجدنا السعادة والراحة ما هي هذه الكلمة كلمة واحدة فقط وهي الاحترام الاحترام أن يحترم كل منهم الآخر متى وجد الاحترام في البيوت ليس الاحتراب اليوم حل محل الاحترام الاحتراب الحرب بين الطرفين و أنا قلت لك أن هناك من يدفع للحرب بين الذكر والأنت و الأسر لكن الاحترام يا أخي كيف كان يا أخي أن تدخل فاطمة إلى النبي عليه الصلاة و هي ابنته فيقوم إليها فيستقبلها فيقبلها فيجلسها مكانا يا الله لاحظ هنا الأبوة أترك النبوة الآن خلنا في الأبوة تدخل البنت فاطمة تقع النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم إليها فيستقبلها فيقبلها فيجلسها مكانا ولذلك لاحظ التربية كان الجزاء من جنس العمل تقول عائش كما عند الترمذي وغيره و كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على فاطمة قامت إليه فاستقبلته فقبلته فأجلسته مكانها ولذلك يقول للطرفين الاحترام يا ناس قليل من الاحترام والله العظيم نعيش السعادة و الأنس في حياتنا شكرا لك دكتور إبراهيم الدويش و شكرا لكم أنتم مشاهدين و مستمعين و يبقى أمام المرأة تلك الأدوار التي تنتظرها و لنعيش حياتنا ببصيرة نراكم على خير و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته هذا بصائر للناس و هدى و رحمة لقوم يوقنون و رحمة الله وبركاته وفنا وبركاته و رحمة قصة و رحمة قصة وحياته و رحمة قصة و tuh و tá lyrics تبوش و ميمة وقتحياته وًا افتح